بسم الله الرحمن الرحيم ياهلا فيكم في المحاضرة الخامسة من أساسيات برمجة وكالعادة في بداية المحاضرة أجاوب على سلة اللي توصلني بالخاص الأخ مسلم يسأل سؤال متى نحتاج نترك عالم جافة وندخل في عالم الأسيمبليا أو عالم الآلة بصراحة بمادتنا هذه أنا يعني أدخل عشان أوصل مفهوم فقط معاي وفي هالمحاضرة هذه رح تشوفني دخلت في آخر المحاضرة إن شاء الله رح يكشف لك الكثير لما تشوف الموضوع على مستوى الآلة لكن أنت كمبرمج جافة احتمال كبير ما تحتاج اللهم في حالات خاصة نحتاج إذا كنا أنا بنكتب نقول مكتبة خارجية باستخدام جيني وغيرها وهذا الموضوع يعني متقدم بصراحة فدخولنا بعالم الآلة قليل جدا إن شاء الله وأنا بس إلا أحد يشفل المادة هذه أنا فقط وأشكرك أخوي مسلم على الكلمات الطيبة كذلك في شباب ارسلوا لي إنهم حلوا التدريبات المحاضرة السابقة فأحب أعرض أعمالهم هنا بس دقيقة تشوفوا معاي الإجابة الصحيحة للأسئلة اللي عرضناها أبدأ مع محمد الهاجري وهذه مساهمة بارك الله فيه شغل حلو طبعا محمد صاحب مقالة الصقور عندنا في الكلية فبارك الله فيك يا محمد كذلك الأخ مسلم هذه مساهمة بعد اللي حبي يشوف الإجابة كلها إجابات صحيحة طبعا بارك الله فيك أخوي مسلم ويعطيكم العافية حلو نشوف التفاعل في القناة اليوم في محاضرتنا نبي ندش على أنواع مختلفة من الفاريبلز ما هو بس إنت و دبل في وايد أنواع نتكلم عنها إن شاء الله ولكن قبل هذا الموضوع بصراحة ودي أوضح بعض المفاهيم أخذ معاي الستيتمنت التالية هذه الستيتمنت اللي انت شايفة معاي في الواقع أنا كنت دايما أكتبها معاك الشذي لكن في طريقة أنك تكتبها على جزءين كل جزء استيتمنت منفرد بنفسه فالجزء الأول يقول أنك تقول النوع X فانتحددت عنوان في الذاكرة وعطيته نوع اللي هو الأربع بايت معاي إن شاء الله هذه الخطوة نقول عنها تقريف تعريف المتغير هل عطيته قيمة؟ لا ما عطيته وهذا بالضبط مثل ما قلنا في ثاني محاضرة لما شرحنا الاسمبلي لانجوج معاي شي اللي صار بالضبط فإذا عندك هذه الرام وهذه المنطقة من هني تبدي مثلا منطقة البيانات فهني مثلا يكون فيه عنوان بالهكس العنوان على الفكرة ما هو يعني بايت واحد العنوان لما نقول احنا بكمبيوتر 32 بيت يعني أربع بايت العنوان ما تكلمت لك عن 64 بيت الكمبيوترات هذه اللي يكون ثمانية بايت العنوان معاي على العموم لو كان العنوان هنا مثلا أي إنكاء خلنقول بس تريد اختصارا F2 مثلا هذا معناه السطر هذا معناه احجز لي أربع بايت هذه أربع بايت جاهزة وعين لها الاسم X للمبرمج في حين في الذاكرة شوف لنا مكان في الذاكرة فيكون العنوان مثلا هكس طبعا من أربع بايت هكس من أربع بايت يعني ممكن يكون بشكل هذا مثلا لاحظ بايت بايتين ثلاثة أربعة هذا 32 بيت معاي على العموم هذا السطر شي اللي سواه بالضبط إنه حجز لك بالذاكرة هذا البوكس بالضبط شايف معاي فالدكلاريشن شنو نوع الـ وشنو الاسم الاسم عشان يمسك العنوان بالممري فما في داعي تعرف اش اللي قا يصيب في الاسمبلي خلاص انتهى X هو العنوان والأنت معناها أربع بايت طيب شنو السطر الثاني يعني السطر الأول أنا شايفه معك كاهو معاي السطر الثاني X تساوي أربع معناها الكلام أن الرقم أربع هذا اللي انت شايفه هحيوضع داخل الأربع بايت هذي شلون يوضع مو مشكلتنا شلون يصيب بالبايناري بس المهم هح تعرف أنه مخزن فيها الرقم أربع أنك تسوي assignment هني يعني تعطيه قيمة يوسته value هني هذا الجزء الثاني منها فعندك يا أنك تكتبهم كلهم بطريقة واحدة اللي انت شفتها معاي هذي أو تعرف تعرف وبعدين في خطوات تالية تعطي قيمة assignment معا إن شاء الله يو assign a value هذي الجزء الثاني هذا اللي حبيت أوضح لك في البداية كذلك لما يكون عندك انتجر X يساوي مثلا أربعة وحاب أنك تزيده بواحد عمليت الزيادة هذي لها اسم تعرف باسم increase هذا الفعل increase يعني زيد ولما نقول زيد بحبة واحدة يعني زيد بواحد بس أو تكة واحدة مثل ما يقولون نقول عنها increment هذي تكة اسمها increment يعني زيادة وحدة يعني نحن نبي variable هذا X يصير في دالة أربعة يصير خمسة معا إن شاء الله يزيد بحبة لا تنسى أن X هو موقع المحتوى أربعة في الذاكرة X هو العنوان ها memory address معا إن شاء الله هذا X لا تنسى هالشيء خلك معاي طبعا دائما نحن نرجع حق الأسيمبلي اللي وضحناه في المحاضرة الثانية بالمفاهيم فخلك معاي وبغض النظر أن نحن تكلمنا عن انتجر وأنه يحجز أربعة بايت معا إن شاء الله خلنا على المثال اللي كان موجود في محاضرة المفاهيم الثانية اللي هو أن القيمة محطوطة في بايت واحد بس بس عشان نوصل الفكرة معاي طبعا الهدف عندنا الحين أن نحن نزيد هذا الرقم بواحد فخلنا نسوي عملية جمع عادية فكنا نقول شون هذا الALU كان موجود في المنطقة هذه لا تذكر هذا A وهذا B وهذه وحدة الحساب والمنطق طبعا القيم تدش هنا وفي النهاية في عندك هنا تقريب اثنين بايت كنا نسمينا المنطقة هذه ACC accumulator لا تنسى هذا الموضوع دائما يسهل علينا المفاهيم فهني مثلا عندك أول شيء الأمر موف كنا نقول موف F1 لأي تذكر ولنفرض أن رقم 4 هو اللي كان موجود هنا ما هو رقم 5 مثل المثال السابق خلقوا رقم 4 هذا رقم 4 فأكيد X إيه منه إيه هذه هذه X هي بديل العنوان اللي في الداكرة فما تقول موف F1 لأي يعني هذا بيروح وين هنا أما B فخلنا نفترض خلنا نفترض أنه فيه الرقم 1 اللي هو عشان زيده بواحد هذا الرقم 1 فالحين هذه القيمة F2 هي اللي بتروحك B هذا الرقم 1 هنا معلش يعني ما يهمنا الباينري بس نشوف الميكانيكية الداخلية بعد تقول أمر Add مثلا وهذا يشغل هذي طبعا هذا موف على B وهذا موف على A طبعا لما تطقي ال Add النتيجة بتنزل هنا بيطلع لك الرقم هذا الرقم 5 الحين انت شو كنت تقول موف ACC إلى F3 هذا المثال اللي انت تعرفه معاي من محاضرة المفاهيم فهذا يبي يوجه القيمة هذه لكن مو هذا اللي نبي احنا نبي القيمة تروح في X مرة ثانية لان الهدف زيادة X بواحد لا تنسى ان X تبي تصير بدال 14 5 فالمفروض الكود تغير بدال هذا رقم يكتب هنا محتوى X عدل اللي هو F1 شلون برمجيا بنقوم فيها البساطة بتكتبها بالطريقة هذي بتكتب X زائد واحد طيب هذا راح يسوي لك العملية اللي هني add لما تقول هذا كله ك expression يساوي X هذا معنى انه بالاكيوميلايتر بصير هني F1 بدال ما يصير F3 اللي هو حواره تحت يصير update تحديث لمحتوى الذاكرة هذا اللي هو X واللي هو F1 حسب اللي سويت GVM ما لنشغل فيها يعني انسى العالم هذا مع الممري وطالع هذا بس بتقول شنو X plus 1 هذه خمسة عالحين سويلها assignment يتيبها وين في X وصلت الفكرة ف بالطريقة هذي زيد بواحد إذا اللي بيزيد بث 2 بيقول X تساوي X plus 2 طيب اللي بيطرح X تساوي X ناقص شم تبي 4 5 على راحتك نقول واحد مثلا بهالطريقة هذي انك تنقص بواحد لها اسم ايضا اسمها decrement اللي هو الانقاص بحبة الانكرمنت والديكرمنت هذي مسميات خاصة يبتنين انت عارف شو نزيد الفاريبل بحبة ونقصة بحبة خلا نجرب مع بعض خليك معاي انطبق اللي كتبناه مع بعض integer X يساوي 4 طبعا هذا اللي حما تعلمين عليه صحيح حاليا نقدر نقوم ونغير الموضوع هذا بدنا نقول اول شي عندنا عملية declare بروحة اللي هو تعريف وبس حق المتغير بالطريقة هذي انت مسوي عملية declare declare معناها تعريف ونقصد فيها انك حجز المكان في الذاكرة compiler Java حجز لك 4 بايت وفي لا ادوس بالهيكس احنا ما يهمنا طبعا ولا يهم مبر من Java ابدا لكن يهمنا ان اسم X هذا العنوان X فنعم وهو اسم المتغير وهو ايضا عنوان 4 بايت موجودة داخل JVM Java Virtual Machine والجزء الثاني انك تسوي عمية assignment تبروح انك تقول X تساوي 4 هنا نقول عنها انت تسوي عمية assignment من فعل assign اللي تعطي قيمة وهذا تكلمنا عنه المحاضرة السابقة ممكن تقول assign الفعل assign assignment انا احط لفعال ايضا في شيء مهم يقول اول قيمة تعطيها حق ال variable لها اسم خاص يعني شون ايه صح assignment انت ممكن تسوي assignment في المستقبل تغير هذي نقول عنها initialization او initialize والله تهيئة بقيمة انك تهيئ الشيء بقيمة معين تهيئة واللي هي تعتبر قيمة الاولى اللي يعطيها للvariable فكلمة initialize تجهيز الvariable بقيمة احنا ممكن نجرب اللي تكلمنا عنها قبل شوي ان اقول X تساوي X plus 1 وهذا معنا ان سيصر update والتحديث هو X نفسه يعني القيمة اربعة هذي بتيه ني بتوقف ني بيجمع هذا بالكامل سير خمسة بعدين write value كلها يخلص الexception ما لها خلص كاهو جدامك تروح القيمة تنحط وين في X معي ولد زيادة كنا نقول increase لكن زيادة بحبة وحدة نقول increment فالحين انا اكتب بعض المفاهيم الرئيسية هني يعني انت مو ملزوم تكتبها بسطر واحد لا انت تقدر تسويه بسطر على راحتك انا قاد اكتب هني الكومنت بس عشان انت تشوف معي بالفيديو ما في داعي تكتبها طبعا معروف الشي جدامك خلنا نشوف لما نطبع هني system.out.println هذه طباعة X و رح نطبع X بس ايضا مرة ثانية ليش هني هتكون تحدثت صادق مثلا 5 بتطبعها مرة ثانية نحفظ compile انا غيرت اسم الكلاس الى learn to learn to وهو ايضا عدلت هني learn to معاي بس عشان نغير شوي شاي فالرنق معاي ان شاء الله هني رغم 4 وبعدين رغم 5 طيب فعمليت زيادة ال variable بسيطة ان شاء الله خلنا نكتب شوي code ونحرك الفكرة هني نجمع 20 وطبعا بعد الجمع نطبعي الـ output فكل شوي تشوفني ألصق لك هذه الجملة معاي control s وننفذ compile run لاحظ معاي الـ output طيب طبعا الحين خلص انت عارف تقدر تعرف بسطر واحد تقدر تفصلها على سطرين فالحين اقدر عرف بسطر واحد وخلص عرفنا variable y عطينا الرقم 7 بالطريقة هذي احنا قلنسوي زيادة increase بس بمقدار y طبعا هذا كل انت عارف ولكن مجرد باكتبها لك وتشوف ونشوف الـ output الحين مع بعض لاحظ زيادة بالرقم 7 بعض الملاحظات هنا وانت تبير بيش تقدر تترك أسطر فاضي اذا تحب حق كومنت أو حق أي شي علشان يصير الكود مقروء اكثر بالطريقة هذي مثلا تحب أولا الكمبيلر راح يتجاهل الأسطر الفاضية في وقت الترجمة فلا تحاتي ثانيا برنامجك راح يكون امرتب وكأن فقرات في مقالة كل فقرة تحمل فكرة معينة فبرنامجك يكون مقروء اكثر وابيك تسوي تجذي كذلك عندي نقطة ثانية السماي تعتبر نهاية الستيتمنت فمعناها ان الستيتمنت اللي بعدها اقدر اسحبها وحطها معاها بنفس السطر راح يتم هذي ستيتم وهذي ستيتم فتقدر تحط اكثر من ستيتم بسطر واحد ولكن لهدف القراءة نحطهم تحت بعض معين شاء الله راح تشوف لي شوي في المستقبل ان يحط لك بسطر واحد عادي لان نحسن هم مقرويين واضح تذي ان شاء الله معاك هذا مطابق لهذا لاني ما غيرت بالكود مجرد تصاعد تلستيتمنت وترك الفراغات فلك الحرية كمبرمج في الموضوع هذا تقدر طبعا تقوم بعمليات مختلفة غير الجمع خلك معاي هذا اكس بالطريقة هذي اي حسابات تبتقوم فيها خضراحتك عشان تعرف من المحاضرة السابقة لاحظ ثمانية وثلاثين عشرة في أربعة واربعين ناقص اثنين ثمانية وثلاثين كذلك عمية القسمة وباقي القسمة خضراحتك في المواضيع هذي بالكامل في تعريفك حق المتغيرات انت كنت تعرفت معاي قبل شوي وانت شايف معاي هني بالكود اكس وواي تقدر تكتبها بطريقة ثانية طبعا انت العادة تكتب بطريقة هذي تقدر واي تساوي عشرة فاصلة منقوطة تقدر بسطر واحد تعرفهم شوف معاي نروح شذي نمسح بالطريقة هذي وحشوف ان الـ output نحفظ وننفذ وحشوف ان الـ output نفس الشي شايف معاي فتقدر بسطر واحد تعرف كل الـ variables اللي من نفس النوع يعني هذا النوع هني شايف نفس النوع نسافة وتحطهم فاصلة اللي تبتعطيقين ما عطا واللي ما تبتعطيقين تقدر تتركها بعد مثال يعني يعني نقول هني في variable اسم Y خلاص عرفنا ونقدر بعدين Y تساوي مثلا هنقول 20 مثلا فمو شرط بالتعريف تعطي القيمة فانت تقدر تسوي declare وتسوي initialize بعدين مشرط بنفس الوقت على راحتك تعطيقين عطا هني ما تبتعطيقين بعدين معاي شوف الـ output لاحظ الزيادة طيب ابننتقل معاك الى موضوع اخر واللي هي العملية X تساوي تساوي X زاد 1 هذي زيادة نقول انها زيادة بخطوة واحدة اللي واحد بس نعم هي increase ولكن بزيادة واحدة نقول انها increment اذا ما قلت وراها اي شي قلت increment يعني زيدة بواحد لكن انت بمكن تقول increment يعني زيدة كل شوي بخمس ارقام مثلا هذي اللي انت شايفة تكتب بطريقة اخرى باستخدام operator يديد اسمونا increment operator شكل operator صارت شذي علامتين plus شايفهم ملتسقين ببعض هذي operator وتحط variable قبلها بس خلاص هذا السطر اللي انت تشوفه مطابق لهذا السطر بس ابيك تاخذها معي الحين ارجوك وهو مشابه جدا جدا له في العملية يعني هذا سيزيد بواحد بعد مثل ما هذا يزيد هذا بيزيد ولكن الامرين هذين مختلفين اصلا مختلفين عن بعض لكن اني اشرح لك اختلاف الحين بالضبط في هذا الوقت في المحاضرة ما اقدر بخليه شوي جدام واشرحه لك ان شاء الله واضحه في اختلاف كبير بين x تساوي x زاد واحد و x بلاس بلاس بس بالنسبة لك حاليا هم متشابهين مئة بالمئة ومن هي طبعا الفكرة لما كانوا طبعا لغة السي اوشي كانت موجودة قبل السي بلاس بلاس فسألوهم شو نسم اللغة قالوا احنا يعني سي ولكن بلاس بلاس زيادة حبه شوي زيادة واللي هي عالم الابجكت والاختلاف ضخم جدا السي هي سي بلاس بلاس او سي بلاس بلاس سي هي سي موضوع اخر هذين مو مطابقين اصلا معاي ارجع على موضوعي مرة ثانية ممكن تقوم بعملية الانكرمنت اللي هو زيادة بحبه واحدة بس بالطريقة هذي شوفها معاي هذي x تساوي واحد بنقول هني x بلاس بلاس ونطبع لاحظ صار رقم اثنين معنا واضحة ان شاء الله فاللي انت شايفة هني هو عبارة عن زيادة بحبه طيب اذا انا سويتها اكثر من مرة وتكتب تكتب سطر واحد بثباق لنا كم مرة مسويها ثلاث مرات ورقم اصلا واحد الناتج اكيد بصير اربعة compile run لاحظ رقم اربعة معنا الoperator بلس بلس هذا يونري operator يعني ياخذ variable واحد بس او قيمة واحدة وحنا بحالتنا ياخذ variable فقط واسمه increment operator طبعا احنا عندنا variable x او انتجر x وهناك طريقتين لاستخدام اليونري operator اللي جدامك طريقة الاستخدام بانك تقول اسم ال variable وبعدين اسم ال operator هذه الطريقة وفي طريقة ثانية انك تقول اسم ال operator اول شيء بعدين اسم ال variable في شكلين لاستخدام شنو الفكرة بالاوبريتر هذا خلك معي شوي انتجر x يساوي واحد system dot out dot print line x plus بطريقة هذه الحين احنا في الحالة هذه معي بالشكل هذا المطلوب من هذا ال operator وهذا ال variable تطلع من عندهم قيمة هذه المطلوب من عندهم تطلع من عندهم قيمة توضع في هذا المكان فالسؤال يطرح نفسه ما هي القيمة اللي سنحطها في هذا المكان هذه القيمة هي المطلوبة علشان البرنت يشتغل يطبح معا ان شاء الله طيب اذا اهو معناه x تساوي x plus 1 يعني مفروض يحط هنا رقم 2 هذا مو شرط هنا يكون ال operator هذا شون يشتغل اول شي x plus معناها سلم القيمة اول في هذا المكان بعدين زيد ال variable فيعطي القيمة اول شي اولا يعطي القيمة اولا ثم يقوم بعملية زيادة ال operator الثاني اللي بالشكل هذا اللي انت شايفه معاي plus plus x هذا لا هذا يقوم بالزيادة اولا ثم يسلم القيمة للموقع ففي فرق عندك لما تكتب x plus plus او تكتب plus plus x في المنطقة هذه معاي ان شاء الله خلي اجربك ايهم اثنين هم على الكود integer x يساوي 1 x plus plus شوف معاي التنفيذ compile run لاحظ ان العبارة الوحيدة اللي تطبع هي print line لما طبعت طبعت 1 لان الاكسبريتشن هذا شايف هذا بس سلم القيمة اولا واللي هي واحد بعدين سوى زيادة ازاي في واحد يقول ازاي انا اجدران انا سوى زيادة اطبع عقب الامر هذا مثلا اطبع هني بدون اي شيء شديد فاضل بالطريقة هذه لاحظ print انا مستخدم خلني احط print line عشان اوضح اكثر لاحظ ان الاول واحد سلم القيمة في موقعه بعدين سوى زيادة فانطبعت بعدين لما طلعنا راحنا الامر الثاني لقناها شنو زايدة معانا طيب خلنا الحين ناخذ plus plus قبل اسم variable نشيل x من هني ونحطها بعد operator وهني ما في داعي حق هذا شوف معاي output الحين compile run لاحظ لاحظ اثنين اثنين ليش قام في زيادة اول شي قام بالعملية مات operator بعدين حط القيمة في هذا الموقع فاهمني شلون اللي قبلها لا اللي قبلها كانت شذي حط القيمة في الموقع بعدين سوى الزيادة فلما يأتي print line تطبع لقت القيمة الاصلية ما تغيرت ما كان زايدة معانا امورنا طيبة طيب انا عشان اثبت المعلومة هذي بصراحة بعطيك مثال الحين صحيح ماهو بسيط لكن ابي تركيزك وإن شاء الله يكون بسيط افرض لان عندي a تساوي 2 وعندي integer يلا نعرف الانتجر هني i بعد مرة واحدة i بتساوي معانا الشكل هذا a plus زائد plus plus a زائد a هذي عشان نكشف الموضوع بالكامل ان شاء الله خليك معاي الحين print line راح نطبع هني a وراح نطبع هني i خليك معاي عالورق عشان نفهم شي اللي صاير معانا خليك معاي a تساوي 2 مضبوط i تساوي a plus plus زائد plus plus a زائد a هذي هذي وبعدين بنطبعهم طبعا هني راح نطبع a وبعدين بنطبع i وراح سوي لك حركة حلوة بان القيمة اللي راح تترك في الموقع هذا في كل موقع عشان ال يخلص ال right value وبعدين تنحط في left value لازم نجمعهم تحت هنا فهذا البوكس القيمة اللي تترك في هذا المكان كذلك لا تنسى ان a قد تغير معنا a قد تغير ف a انا احط قيمتها في المربع البرتغالي اللي فوق خلك معي a plus بلس انزح احنا عارفين اي تساوي اثنين عدل شدي ف شن نحط هني هل نسلم ال variable اول شي ولا ولكن بعد ما تحط الرغم اثنين وانتهى الامر هني تبتروح اقول لي بعد هذا نقول عنه الاكسبلوشن الصغير هذا شايف هذا الاكسبلوشن الصغير لازم ينتهي فمعناها ان a راح تزيد هني وصلت الفكرة ف a راح تصير شم ثلاثة معي انشاء الله في حين القيمة اللي تركت للا اي كانت اثنين طيب نروح هني هل نزيد a ولا نسلمها كما هي طبعا بتزيدها بس لحظة انت عارف انك انت ماشي شلون من من اليسار الى اليمين شدي ها left to right عدل هذه العملية قد تشتغل معنا شدي مضبوط فانت خلص من هذا بتروح قلي وراها لان plus لاحظ هاي plus موجودة في متساوية plus فانت بتأخذها بتكلم معاها هذه هي اخر انت حسبت اللي هي ثلاثة طيب السؤال يقول هل نزيدها نسويها اربعة ولا نسلمها اول بعدين نقوم بعملية زيادة لا طبعا نقول كالوبرايتر زيد اول وسلم طيب ايها كانت ثلاثة الآن بتصير ثلاثة بتصير اربعة وبعدين لما يخلص الـ ايها كم بتصير قيمتها من تزدت وخلصت قبل لا تعطيها فايه ايه نفسها اربعة فوق معاي طيب الحم تي عند هذي الاي كم قيمتها قيمتها اخر قيمة اللي فوق هني اربعة هل بيصير عليها شي لا ما هيصير اي اوبرايشن فايضا اربعة معاي فالمفروض في الطباعة تشوف اخر شي ان الاي وصلت الى اي قيمة ان الاي وصلت الى هذه القيمة اربعة وان الاي وصلت الى مجموع هذه القيم اثنين زاد اربعة زاد اربعة تساوي كم عشرة فهذه هي اللي راح تطبع في المنطقة هذه شوفوا معاي بالكود كمبايل طبعا ناسين احنا شي هنا اكيد ارور سمعي كون فاصل منقوط هنا نحفظ كمبايل run تلاحظ النتائج معاك مضبوطة بشديدة خذيت فكرة اشلون الوبريتر هذا شغال نعم وهو يعطي مستوى بسيط من التعقيد صراحة ما في داعي تقوم بالحركات هذه صراحة يعني انا ما فضل تسويها بصراحة معاي يعني استخدم اقواس واكتبها بطريقة افضل معاي اذا انت تتبي هذا يجمع اكتب زائد واحد فيكون مقروع افضل فهم لكن ما في مانع ايضا في عندنا اوبريتر اخر اللي هو اخو هذا اسمه مائنس مائنس دي كرمنت اوبريتر فاذا كان هذا الوبريتر الناتج فيه يكون اكس زاد واحد هذا الناتج فيه يكون اكس ناقص واحد ما عندنا طبعا ضرب ضرب شذي ولا قسمة قسمة مو موجودين هذيلا فقط هذيلا اثنين موجودين فجرب انتعاد تمارينك على هذا واكتشف وعطني رأيك ايضا هناك شكل اخر لكتابة عملية الاسايمنت هذه شكل مختلف عن الشكل العادي الاسايمنت العادية فشوف معاي الطريقة الاخرى الاكس تنزل مثل ما هي الاكول تنزل مثل ما هي عملية البلاس العملية هذه تنزل معاك بس في المنطقة هذه شايف في المنطقة هذه وينزل اخر شيء الرقم الاخير في منطقته سواء كان ثابت كرقم هذا الشكل هذا operator يديد اسمه compound assignment operator يعني هي عملية assignment ولكن مركبة مركبة بالطريقة هذه معاي ومن اشكالها ايضا تقدر تشوف ممكن تكتب بالطريقة هذه اكس بلاس ايكول واي معاي انشاء الله وهذه ممكن تنفع اذا كان الامر بالسالب فتكتب اكس ناقص يساوي واي بالطريقة هذه فهذه ايضا compound assignment operator وطبعا هذه كذلك اكس تساوي اكس ضرب واي هذه تكتب بالطريقة هذه اكس ضرب تساوي واي بالطريقة هذه نفس الشيء القسمة اذا تبي تكتب اكس تقسيم يساوي واي هذا يساوي كذلك المودلس يمشي معك اكس تساوي اكس موديلس واي ممكن تكتبها بالطريقة هذه اكس موديلس ايكول واي هذا compound assignment expression assign معناها انها تعطي قيمة اليساوي انك تعطي قيمة تعيين قيمة بس نقول عنها مركبة تعيين قيمة مركبة نشوف ها مع بعض بالكود نقول هني integer اكس يساوي اربعة كذلك y تساوي ثمانية اكس بلاس ايكول واي بالطريقة هذه ونطبع اكس نحفظ وننفذ كومبايل الرن لاحظ معي الاؤتبوت اثناش نتيجة جمع اربعة مع ثمانية فهذا هو بالضبط بديل اكس تساوي اكس بلاس واي معي حط ببالك ارجوك ان هذه العملية بهذا الوبراتر لا تطابق مئة بالمئة هذه العملية هذه شي ثاني طيب بتقول يا حين انسان تعلمتنا بلاس بلاس كنت تقول اكس بلاس بلاس وتقول ما تساوي هذه ما تساوي هذه وتقول كذلك ان هذه بعد الكمباوند اسايمنت هذه ما تساوي هذه ليش تعلمنا هذا راح نستخدم هلاثنين في المحاضرة هذه واللي بعدها ان شاء الله وفي ناس تكتب بالطريقة هذه فانت المفروض تكون عارف هالشغلة هذه وراح نكتب قليل بهذا الشكل معي لكن هذا الشكل اهلي نبي دائما بتقول زيش حقا ما تستعمل هذا بلدال هذي مختلفين عن هذا مختلفين ميكانيكيا يعني على مستوى الاسمبلي فهتعرف بعدين لما وركيها تحت شون تشتغل رح تشوف صج هذي شغلات مختلفة عن بعض وكل شي له استخدام الخاص فإحنا رح نكمل بهذا بعد محاضرتين نكمل بالشكل هذا لكن حاليا هالمحاضرة واللي بعدها بنمشي بهذه فمعلش تعلم معاي هذه الانماط البرمجية بارك الله فيك كذلك ممكن نقوم بالعملية مرة ثانية بشكل آخر نلاحظ اكس بعد العملية هذه بيكون فيها الرقم 12 فانت ما تقول حين اكس تساوي اكس ناقص واي المفوض ترد لك الاربعة داخل اكس شوف معاي التنفيذ كومبايل رن ردت مار ثانية الى القيمة الطبيعية اللي كانت عليها أول شي وتقدر تتجرب بعد الضرب والقسمة واللي هي أنواع البيانات ونقصد فيها أنواع الvariables انت كل اللي شفتها معاي int وشفت double هذين الأنوعين شنو فيه أنواع أخرى فأول شي بنبدئ الحين إن شاء الله بجميع الأنواع اللي نقول عنها تتعامل مع الأرقام الصحيحة فنقول integral data types integral يعني الـ data types اللي تشيل الأرقام الصحيحة وبسوي لك جدول تغير فقط عشان نكون معنا وبعدها رح نفصل إن شاء الله فالحقول اللي بتعامل معها النوع نيب أكتبه بكتبني int مثلا وبعدها بيقولك هها كم byte في الممري هذين معناها number معا إن شاء الله البايت هذا مثلا byte واحد أكيد بيصير ثمانية bit صح فكم bit أصلا بعدها بيحسبلك القيمة الأصغر والقيمة الأكبر يعني كثر تقدر من إله ونيب أقولك النوع الأول اسمه byte هذا النوع حجمه في الذاكرة واحد byte فواحد byte عبارة ثمانية bit طيب دمنا ثمانية bit القيمة الصغرى تكون مثل ما حسبناها المحاضرة اللي طافت كنا نقول ناقص 2 أوس هذا الرقم ناقص 1 7 والقيمة الأكبر راح تكون 2 أوس 7 ناقص 1 فهيكون عندنا الرينج يقول الرينج اللي هو المجال من إلى من إلى إذا حسب لك هذه بالدسيمال تطلع ناقص 128 إلى 127 فإذا كانت الرقامك اللي التعامل فيها بين هذا المجال يعني كم طالب بالفصل مثلا عندك درجة الطالب من صفة إلى مئة إيش حق تعرف variable من نوع انتجر تعرف من نوع byte مثلا معا إن شاء الله النوع اللي بعده اسمه short ترجمتها قصير طبعا جميع الأحرف اللي بكتبه هني تكون كلها small letter معاي الشورت هذا يتكون من 2 byte يعني 16 byte فإذا بحسب الرينج بقول من ناقص 2.15 إلى 2.15 ناقص 1 هذا الرينج وإذا حسبت بالحسبة سويتها بالأرقام اللي نعرفه هتحصل على الأرقام التالية هذا الرقم بالناقص هذه فاصلة فاصلة الآلاف ما هي موجودة طبعا إلى نفس الرقم ناقص 1 شايف معاي هني يصير 7 ناقص 1 فإذا كانت الرقم اللي عندك بين هذه الأحجام من البيانات فاستخدم نوع short أوفر عليك في الرام وبالتخزين وغيرها طبعا النوع اللي بعده هو نوع int إحنا عارفينه هذا الانتجر وهذا يكلفك 4 byte وهذا عبارة عن 32 bits في الممري فالحسبة تصير معاك على طول وهذا الرقم إذا حسبت بيطلع معانا مثل ما حسبنا بالمحاضرة السابقة تقيبا plus 2 إلى ناقص 2 لكن الرقم المضبوط بالضبط سيكون معاك من ناقص إلى نفس الرقم ناقص 1 بالشكل هذا عندي ملاحظة بسيطة بس تعرف لو أقول 32 أو 31 معي 31 30 30 30 30 أنا أقصد فيها جيجا جيجا عادية فيبقى معانا 2 1 معي 2 1 هي 2 فالرينج هذا المجال هذا هو أصلا من ناقص 2 قيقة إلى موجب 2 قيقة ناقص 1 هذه ببساطة تعرف معي واتثبت ها ببالك نطلع على النوع الأخير اللي عندنا كإنتيقرال بأرقام صحيحة معي نوع اسمه long long هذا تقدر تخزنه في 8 byte معناها 64 bit وعلشان أنا قاد أكتف الشغل هذا بنزل تحت صراحة الحين شوي بالطريقة هذه فأكون هنا ينازل معك شذي إن شاء الله فأصغر القيمة عندك هنا تكون 2 aus 63 بس بالناقص والقيمة الموجبة 2 63 ناقص 1 الرقم هذا ويد كبير خلني أكتبه معك بسرعة بس تشوف بالضبط شذي وهذا بالناقص حق القيمة الصغرى وهذه فاصلة مات الالاف لا تكتبها بالكود ما تنفع معنا ما نكتبها هذي تطلع بس بالبرنت لما نطبعها حق المستخدمين لكن في جاذا يكون رقم سحبة وحدة أنا حاط لك الفاصلة عشان تشوف ها بس معي إن شاء الله عشان وصل لك المبدأ هني بس تبتعرف معي إن 62 هذي اللي احنا ربزنا لها بالحرف إ اللي هو إكس وشنو معناها عشان تحس فيها تذكر لما كنا نقول ألف في ألف تقول بعدين هي تساوي مليون مليون لما نقولها باللغة العربية الفصحة نقول هي ألف ألف فاهمني شلون هذا مليون فالمليون له كلمة ثانية ألف ألف فخلك معي عشان أفهم شنو هالرقم هذا بشذي أنت هني الرقم العادي هنا نقول عنها بالكيلو هنا بالميقة م إذا كملت لأنها ما كفة معاي ونزلت سطر ثانية هذا الرقم هنا مكان أبل هذا الرقم ملgreat طويل كمل معي هنا تروح آلاف الملايين هنا m ملايين الملايين هذه م ثانية م م نقول عنها ملايين الملايين هذه غيقة طبعا لكن هذه ملايين الملايين مثل ما كنت تقول ألف مليون يقول ناقص تسعة مليون 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 وهذا هو الاكسا ناقص تسعة اكسا الى نفس الرقم هذا بالضبط لكن تطرح من الاخير واحد الى تسعة اكسا هذا الرقم ما تحتاجه وايد في حياتك يعني لكن ساعات نتعامل بهذا الرقام في واحد يقول سيد الانتجر كافي علينا يعتمد شوه شغلك معي الحين انا بروح ابرمج لك فيهم واحد واحد ووضح لك بعض استخداماتهم تذكر معي هذه الاشكال بس عندي طبعا شكل الاخير والله لا يمت لهم بصلة وهو خاص بحفظ شكل من الاشكال الاسكي او اليوني كود فقط شكل واحد يعني ما هو بالسالب والموجب وهو دايما في الموجب اسمه كار اختصار لكاركتر لا تنسى ان الاحرف احنا نحفظها بالكمبيوتر بارقام ايضا بباينري كل شي باينري في النهاية صحيح فكار هو عبارة ايضا عن نوع من الديتا وايضا ارقامه صحيحة ولكن لما ينطبع نطبع على اشكال احرف ورموز فهذا ايضا يحتاج معندك تو بايت يعني مطابق في شكل حق الشورت شايف يعني 16 بيت اذا هلها قيمة صغرى وكبرى لا هذا ما فيه سالب هذا يبدي من صفر الى اثنين اوستشم 16 ناقص واحد ليش لان الصفر معك مو مثل هذا اثنين اوستخمستاش ناقص واحد موجب وسالب هذا ما فيه هذا كله موجب سحبة واحدة فعادة ان يكون 64 وهذا الرقم هو عبارة عن 6 5 فاصلة 5 3 6 فهو من الصفر الى هذا الرقم ناقص واحد فيسير الى هذا الرقم بالضبط يعني هذه ما سر ستة تصير 5 معا ان شاء الله نطلع على المثلة طريقتنا في تعريف المتغيرات شون كنا نعرف كنا نقول انت بعد نعطي مسافة بعدين اسم الـ مثلا اكس وهني فاصلة منقوطة او تكمل الـ نعمل العملية صارت نقول عنها عممت على انواع اخرى فهذا المكان خاص بنوع الـ ونقول عنه الـ variable type او الـ data type بعدين تعطي مسافة وبعدين هذا الموقع خاص بالـ variable name وصلت الفكرة فراح نقول الحين ان شاء الله هتشوف معاين نقول byte بي مثلا معاين ان شاء الله نقول short s long r على راحتنا خليك معاك نبدأ بالbyte type تبي تعطي قيمة لاحظ انت هنا محدود بقيمة معينة من ناغص 128 الى 127 فما يستعطي هنا قيمة اكثر او اقل من هذه الارقام بينهم نعم ممكن فانا ممكن اقول له ناقص 128 مثلا وسكر الـ statement نطبع مع بعض نحفظ compile run لاحظ معاين الـ output طيب نكمل مع الـ variable شوي يعني اممكن اعطي رقم مثلا 127 الو الحد الاخير نحفظ compile run لاحظ الـ output معاك فالارقام بينهم ماشيا وامورنا طيبة ان شاء الله تقول اي رقم تبي تقدر تحطه هني نفرض 100 نحفظ ونجرب لاحظ الـ output طيب الان ودي اقوم عليه بعض العمليات الـ output اكيد تجمع عليه رقم فانت احتمال كبير تبتقول هني B تساوي B plus 1 يعني تبي سر 101 وهذا مسموح فيه في المجال هذا بالرينج في المجال هذا مسموح فيه لكن هتلاحظ لنا في مشكلة عندنا لاحظ معاين الكمبايل اعطاك error والأرور هذا بعملية الجمع معاين شاء الله يقول لك incompatible types النوعيات غير منطبقة اي نوعيات possible lose conversion from int to byte احتمال كبير تضيع من عندك بيانات لانك انت تحول من integer الى byte احب اقول لك شي واحد بس تخلي ببالك الحين لانا بجاوب على السؤال في هذا المحاضن ان شاء الله اي شي يصير باللف دوال يهني الحسابات ما انت قاد تم داخل الالو وقاد تصير على مستوى int 4 byte فما يقدر يرد هلك يحط هلك في byte شو واحد بيقول مشكلة السادة شون تشري وليش يصير تشري هذا بشرح لك ان شاء الله ما احنا تركك بهالمحاضرة بدون ما وصل المعلومة ان شاء الله فالطريقة اللي هح تمشي معاك اللي علمتك قبل شوي شلون شيل البي من هني واستخدم الطريقة هال فهذه هح تزيدك بواحد اذا تحب او استخدم بلس بلس احي يمشي معاك فاحفظ كومبايل رن لاحظ صار امية واحد معاك احني تقول اذا انا مثلا عندي فاريابل ثاني عادي تقول مثلا رقم هني عشرين فالهني بتحط n ف بي تساوي بي زائد n يعني امية زائد عشرين خلك معاي عشان شوف الاوتوت مع بعض نحفظ كومبايل رن لاحظ امية وعشرين تبت اطرح اطرح اخذ راحتك يعني الامور ما اشي معاك انا بالناقص مثلا احفظ كومبايل رن ثمانين طيب السؤال يطرح نفسه الحين شنو حيصير اذا انا وصلت الى الحد امية سبعة وعشرين شراح يصير معاي خلك معاي اوضح لك الفكرة النوع بايت او اي نوع عندنا سواء كان شورت انت ولا لونج القيمة العادة اللي بالنص عندك تكون صفر وعادة عندك قيمة نقول عنها في اقصى اليمين نقول عنها الماكس فاليو وقيمة في اقصى اليسار نقول عنها المن فاليو معايا ان شاء الله طيب شنو حيصير معاك لو انك مثلا اعطيت قيمة لهذا المتغير من هالانواع هذي اكثر من الماكس برقم واحد يعني مثلا في الحالة هذي اعطيته رقم مية ثمانية وعشرين يعني هو مية سبعة وعشرين حده بعد ما ياخذ اكثر اعطيت تكة زيادة حبه واحدة ها شو اللي باح يصير بالضبط خلني اوضحها لك اذا تشوف معاي هذا مثلا خطة الاعداد شايف معاي انا سويت لك واحد صغير هني لازم تشيله معاك كذي شوف وتحاول تركبه على بعض بالطريقة هذي انك تلصق الماكس فاليو هذي الماكس مع المن فاليو شايف فلما يعطيك رقم زيادة بحبه تروح حبه زيادة انت فتعمل قيمة التي تتوقع راح تكون في الفاريابل مالك يعني نفرض ماذا كنت كاتبت بالشكل هذا وبعدين قلت بي بلاس بلاس شو اللي راح يصير معانا هني بمعنى انك تدفعها قيمة واحدة الى الامام يعني تقفز من هنا الى هنا معاي فاحتوقع ان الاوتو تمالك هيكون ناقص 128 شي غريب طبعا ونتقول احتمال غلط نعم وهو في طريقتين عندنا في جابا انك انت الوفرفلو هذا شنو يسمونه اوفرفلو يعني شنو اوفرفلو ما انك تطوف القيمة العظمة اكبر قيمة تطوفها نقول عنا اوفرفلو يعني يطفح نقولها شايف لما تكون عندك كأس وتعبيه سائل وبعدين يزيد ويطفح صور طفوح عندك هذا الطفوح الطفوح بش كثر هني بواحد معناها خطوة زيادة معا ان شاء الله هذا اسمه اوفرفلو بالطريقة هذه وانا هني اضرب لك المثال صحيح على البيت بس انت اخذه بعدين على الشورت والانت واللونج على الماكس فاليو مالوتوم فاذا وصلت ماكس فاليو تطلع علي بعده لانك انت مضطرة لا تتحرك حبة زيادة فهي راح تتوقع انه يحاط لك جم ناقص 128 طيب هني انت راح طبعا تكتب system دوتا اودوا برنت لاين بي فهيطبع لك هذا الرقم ناقص 128 شنو حيصير لو انك زدت بعد بحبة وطبعت اكيد انت عارف الاجابة بانك انت الحين اصلا رقمك ناقص 128 فلما تزيد بحبة بيروح ناقص 127 ويدور معاك يدور الرنق هذا بالكامل الحلقة هذه واحد دور شوفها معاي بالشكل هذا فمتى ما وصلت الى الماكس اكبر قيمة تلف تكمل على المن وتمشي تري معاي ان شاء الله فاي رغم عندك يطوف الماكس تقص منه ماكس وخلي دور يعني الحين تخيلنا عندنا الـ variable نفسه هذا بي اللي من نوع byte معاي وبنخزن في قيمة مثلا نقول القيمة 260 طيب هو بحد اقصى يشيل 100 و 27 فتم تتوقع القيمة اللي تكون موجودة في الـ variable لما تقول له تفضل خزن هذه القيمة داخل مثلا اللي بيصير بالضبط كالتالي انه تطرح من هذا ناقص الماكس فاليو الماكس فاليو عندنا الماكس 127 بيعطيك رقم ينتج معاك 133 ما زال هذا الرقم الحين بعد اكبر من الماكس تطرح مرة ثانية من 127 بيعطيك الرقم 6 نعم هذا اقل من الماكس فاش بيصير معاك الحين الحركة اللي بتصير انك بتي توقف عند 127 وتعد 6 ارقام معاي فهذا واحد وهذا اثنين وبعدين انا اكملهم لك اكتبهم مني داخل هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة وهذا اربعة وهذا خمسة وهذا ستة معاي فلحت ينتهي معاك المطاف انك تلقى هذه القيمة 123 بالسالب موجودة في variable b قيس على نفس الشي هذا وحي بالمن والماكس والوتي short و long و كذلك الانتجر معاي انشاء الله فكل انواع اللي بتشوف معاي راح تكون بهذه الطريقة انشاء الله ال overflow الكلمة الثانية اللي هي عكس overflow انك اللي هو طفوح عكسي طفوح عكسي ال underflow نفس الفكرة يعني اذا اعطيتك رقم ناقص 129 حطيت فيها ال variable ويأتي اطبع ال variable ما حلقه ناقص 129 بحصل الرقم 127 موجب بصد الفكرة اذا اذا اضطيت الرقم مثلا ناقص 130 باشوف 126 اللي اللي حينطبع معاي هذه العملية عملية ال overflow ال underflow وعملية ال rounding الدوران الدوران هذا يعطي البرنامج القدرة انه يكمل ما يعلق ما يوقف فيه الطريقة طبعا اللي ترفض الموضوع هذا موجودة معانا بعد في جابا فالمبرمج لها الاختيار انه يقوم بعملية ال rounding هذي او انه لا اذا رقم اكثر يعلق الكمبيوتر ويوقف البرنامج وهذا بتشوفه معاي شوي جدا يعني نجمع هني 27 وخلا بالجمع وصلت الفكرة وخلنا نشوف الحين هذا طبعا رقم ما فيه للعافية المفروض هذا يطبع معاك لان 100 27 27 27 الو حد ال range الموجب معاي لاحظ الامور طيبة طيب اذا كان تك زيادة واحد يعني صير 28 لاحظ هذا اللي اتفقنا علي ونشرح حلقة الدوران القفز الى الجانب الاخر بخطوة واحدة فلا تستخدم هذا النوع الا انتعارف شليل يصير معاك يعني المفروض انت متوقع هذا كم الرغم 120 هذا رغم معنا زيادة بعد بواحد فالمفروض هذا بعد يزيد بواحد فيصير ناقص 127 يعني كم الدوران في الحلقة اطلع خطوة زيادة نحفظ لاحظ طيب اذا كان الرغم اصلا اصلا بالناقص ناقص 128 وقمت وطرحت من عنده واحد يعني اوه ناقص 128 بوصله الى شيف اني طرح الى ناقص 129 شو بيصير فيه نحفظ compile run لاحظ راح بالموجب مرة واحدة لأقصى الموجب فهذا اللي نقول عنه في الحالة هذه under flow under flow امورنا حلو ان شاء الله تسألني هال variable هاذا حق انت يبل انه دام انه فيه مشاكل ويروح ويه تمام احب اقول لك انه تعاملك مع الملفات يعني اودك على موقعي برمجة مرئية اثنين واللي بداية برمجة السيرفرات ان شاء الله والجابا ايو فان شاء الله هذي احنا حاليا في اساسيات برمجة نعم لكن لما تي عند المادة هذي ان شاء الله ستشوفني انا كله في شغل الملفات ودروسي عندك فائل اموت اوتو ستريم دروس تمام قديمة يعني من ثمان سنين او تسعة مسويها معا ان شاء الله هذي الدروس كلها تعتمد على البيت كلها شغلة على البيت فمضطرة فهمك شنو هذا البيت اما هني في حسابات سريعة وحلوة ليش لانما تقرأ اي ملف موجود راح تشوفه بالبيت خليك معاي شوف هذا الملف اسمه keywords رايت موس اقلك عليه properties راح تشوف حجمه بالبيت معاي ان شاء الله فشغلك كله حيكون في البيت لما تشتغل بالملفات عالم الملفات كله bytes كذلك الصور معالجة الصور الادوب فوتشوب وشغل كله بالبيت فمعرفتك في هذا النوع مهمة بصراحة معاي واذا بتشوف حتى بالصور التدفق والصور هنا انا عندي ملف قديم طبعا تلاحظ الشغل عندي كله في البيت اخذ الصور وشلون اغير الوان وغير كل الشغل في البيت الكود بسيط لا تحاتي بس الفكرة هي اللي بيها تكون موجودة عندك كذلك تعامل مع الصوت على انها hex ولكن عشان تقول حق لكم باي لانها hex انت مضطر انك تكتب بالطريقة هذه 0x بعدين تحط الاحرف اللي تتبيها فمثلا تقدر تحط هني 7f مثلا وطبعا لا تنسى range ما لك ما زال من 128 إلى موجب 127 معاي فهذا رح تشوف الout ماله هني جدامك طبعا عندي خطأ مثل طبعا هذا الرقم هني صفر وليس o رجاء هذا صفر معلش اللي ما شاف انا كنت حط او وهو صفر عشان تريد يعطانا ارو خطأ شون هالحرف ما عارفه فصفر x 0x وبعدين تكتب لتبيه نحفظ compile run لاحظ الرقم 127 معاي ادخال الرقم ايضا بالباينر هني ممكن متاح انك تحط واحد 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 معاي يعني هذي لها ثلاثة وهذي لها طبعا اربعة تقول لا لازم ثمانية مو ثلاثة اربعة اربعة لاحظ انا نحط لك الاندرسكور ني مسموح فيه بعد معاي اذا بتشتغل باينري باينري تمام ما تقدر تحط البت الرابع هنا لانه يعتبر الاشارة لا تنسى في النهاية هذا البايت مو جبه سالم معاي فلا طريقة طبعا ليدخاله بالسالب وغيرها عموم هذا مو موضوع مادتنا مادتنا تقولك ان في مجال يدخل كباينري اذا تحب لكن لما يطبع سيطبع كديسيمل لاحظ باينتلاين تطبع لك ديسيمل كنبايل بعد عندي مشكلة هنا في كود الباينري كذلك انت محتاج تتغير الـ X لان X خاصة ببيانات X اذا تبيه بيانات باينري مثل ما انت كتبت هني لازم تحط حرف B وتترك الصفر هذا قبل تحفظ clear compile run لاحظ 127 معاي مادتنا ما تتكلم عن باينري وتحويلات وشغلة يعني فيه فصل اسم bit twice operations صراح ما درسه اللي حق اللي دارسين binary اصلا معاي لكن ما يمنع انك تدخل بياناتك في البيت على انها binary أو hex مثل ما شفت معاي النوع الثاني اتكلم عنه كان هو نوع short short s ويساوي تعطي رقم عطني مثل رقم 1000 اول range مال مثل ما حددنا المجال بالdecimal 32 768 هذا ولكن بالموجب بالطريقة هذي ولا تنسى الoverflow والunderflow معاي ان شاء الله الحين شوف الـ output مع بعض compile run هذا رقم 1000 معك فاذا كانت رقامك اللي التعامل فيها هي short values يعني بين هالرقم وهذا الرقم فوفر علينا بالرام اذا كانت كمية استخدم النوع short طيب الحين بنسبة حق الزيادة رح تشوف نفس المشكلة موجودة S تساوي S plus 1 شوف الـ output مع بعض compile وعطاك error يقولك اني انتقى تحول incompatible types انواع مختلفة لان اللي قايصير بهالجه هذي هو داخل CPU داخل ALU يكون على مستوى انتجر وانتقى تيبها مرة ثانية وتحط على انه short الحل حاليا بس وفي نهاية المحاضرة رح تقدر تشتغل بالطريقة العادية هذي انك تقوم بالعملية المختصرة plus equal بالطريقة هذي وراح تشوف معي العادة وتلحيل انه شغال وما في مشاكل ان شاء الله compile run لاحظ الرقم 1001 فقط ملاحظة بسيطة بالشورت استخدمه لما تكون بحاجة له لما تكون عندك بيانات وايدة وارقامك بداخل الحيز اللي انت تشوف معي 32000 بالناقص الى الموجب افضل تحفظ لنا مساحة بالرام وبتخزين معي ان شاء الله الحين ننتقل الى الانتجر بصراحة ما يمتكلم عن الانتجر انت عارفه وكل شغلنا على الانتجر في المادة هذي فما في داعي نعطي عليه امثلة قاد نشتغل فيه كل يوم معي الروح الحين على النوع الاخير له long long والرقم ضخم هني مثل ما شفت معي فأرمز بالحرف n وعطي رقم مثل مثل مثلي ملاحظة لما تحط n هنا معك في مشكلة عندنا ان اللي يصير من هنا القيمة هذه لازم تنزل الى مستوى انتجر بالحجم القيمة التي تكتبها صراحة قيمة يعني ما تقول انتجر x يساوي 50 مثلا هذه القيمة لها اسم اسمها قيمة في جافا يسمونها literal لما تعطي قيمة بالشكل هذي يقول عنها انتجر literal معاي ان شاء الله ممكن تعطيها binary literal فliteral يعني قيمة معاي بس قيمة صريحة يعني شذي رقم مكتوب مو variable يعني عندك byte وتعطي رقم مثلا 50 هو انتجر literal بس داخل على طول يتحول الى نوع بايت لانه اصلا محطوط بشم 4 بايت جافا بالقيم هذه اللي اللي تتاخذ assignment direct على طول تحول الى النوع المقابل بكل سهولة ليش لانه النوع انتجر كم بايت فيه انتجر في 4 بايت 4 في الانتجر صح والرقم 50 موجود في بايت 1 على يمين في الاخير مثل ما انت شايف فسهلة وايد عنده انه ياخذ هذه الاخيرة ويعطي كياها لهذا النوع كذلك لما تكلم عن short short عادته يكون موجود يشغل هذا الحيز لاحظ معاي في الانتجر لتر فلما تعملت assignment بكل سهولة جافا ما يرجع لك باي شي يقص 2 بايت ويعطي منو حق الشورت يخلص انتجر انتجر لما تقول انتجر انتجر على طول انتجر 4 بايت عطينا حق 4 بايت لما تي عند long السالفة مختلفة وهو اصلا الليتر اللي هني وهو متعود في جافا ياخذ لك على انه 4 بايت بس انت كاتب هني شنو long n يساوي وعطيت قيمة هني راح يقول فيه مشكلة عنده شون long فتزيد ل l هني كليتر ال l في نهاية هذه الارقام فتقول خلاص اخذ على انه 8 كليتر وعلى طوح ينقله بدون مشاكل خلك معاي وشوف الكود فالميكون رغم بالشكل هذا وانه اكثر من 2 جيجا لاحظ معاي هاي ثلاثة وهاي ثلاثة وهذي ميجا وهذي الجيجا لاحظ هذا كثير بس يقدر يشيل لك طبعا long معاي وحط هني n شوف output معاي عشان تاخذ الفكرة compile لاحظ شون يقول integer number two long لانه متعود ياخذ الليتر على انتجر هني بس لو تزيد عليه حرف l انا حط capital عشان تقرأ معاي بس يصير ترى ترى small بالطريقة هذي ترى هذا l شايف هذا l رقم واحد شوف رقم واحد الشخطة اللي فوق نازلة مايلة شايف اللي فوق هي مو مايلة فيصير تضع التذية عادية الافضل حط كابتال عشان تكون مقروعة لك وما تضيع فيها اذا حفظت الحين خلص compiler java عرف الموضوع compile مرة ثانية لاحظ مش الموضوع معاه ولما تقول run ستشوف عطاك الرقم الضخم مرة واحدة وطبعا ما في شي اسمه فواصل الالاف هذه بالفرمات اذا تبتطلح ان شاء الله بالمحاضرات القادمة معاي فاذا كانت رقامك ضخمة استخدم long استخدم long هذه الانواع المتاحة الحين ندش على طول على النوع الاخير في الانتقرال اللي هو الكاركتر النوع car اختصار لكلمة character ويقصد فيها الحرف حرف واحد في جاذا نستخدم اثنين بايت لتخزين الكاركتر وهذا معناه 16 بيت طيب لما كنا على اسكي اذا تذكر كان من صفر الى 255 لانه واحد بايت اما هذا فرقم ضخم جدا لا تنسى هنا كنا نمثل الواحد بايت مثلا باربع بيت واربع بيت ثانية ونقول فأما انك تكتب ثمانية بيت او تكتب اثنين بيت او تحول لرقم من صفر الى 255 بالديسيمال لما ييي الموضوع بالشكل هذا لا الموضوع صار دبل عن هذا معاي بيصر شذي معاي يعني هذا بيت وهذا بيت وهذا بيت يعني اربعة بيت وهذا اتاح لجاذة انها تكون لغة عالمية فكل لغات العالم تقدر تحط النظام اللي ياخذ 60 بيت اسمه يوني كود اما اسكي فياخذ واحد بيت يوني كود ياخذ اثنين بيت وهذا النظام هو المعتمد في جاذا بتشوفه معاي ان شاء الله على الوب الان شاء الله طيب هذه النظم هذا النظام سواء كان او هذا شنو مهمتهم انا بتكلم عن هذا هو نظام عالمي لتمثيل الحرف او الرقم او الرمز بصيغة عدد هو نظام عالمي لتمثيل الحرف او الرقم او الرمز على شكل عدد شنو يختلف هذا عن هذا مجرد الحجم وهذا ما فيه الا الاحرف اللاتينية واللي شفتها معاي تعاملنا فيه في المحاضرات السابقة اللي ترز اللي احنا نستعملهم ان شاء الله عشان نعرف الكار تايب واحد تكون كالتالي فتقدر تقول كار تترك مسافة اسم المتغير مثلا كان اكس وتساوي وتعطيه العدد اذا تحب تعطي العدد فتعطي مثلا 65 هذه طريقة انك تعطيه على شكل انتجر فهذا اول نوع من الليترالز انه تعطيك رقم طريقة ثانية variable ثاني مثلا ما يخالف اكس احنا ما لنشغل بالأسطور طبعا ما هتنفذ لربعض بالطريقة هذه تستخدم السنجل كوت اللي هي علامة التنصيص المفردة وتحط خانة واحدة هني فقط مثلا تكتبني مثلا حرف البي بالطريقة هذه هذا نوع ثاني من تجهيز الـ variable من نوع كار انك تعطيها بين اثنين سنجل كوت هذه الطريقة الثانية الطريقة الثالثة والاخيرة انتعارف يعني اذا تعطي عدد اخذ راح تكفيه ولو سيكون هذا العدد هو الموجود في جدول يونيكود ان شاء الله اللي ستشوفه معي ولكن بالصيغة اللي هي القيمة العشرية او تعطيه شكل او تعطيه رقم هكس هذا الهكس هو نفس الديسيمل ولكن بصيغة هكس عشان تعطي رقم هكس بالطريقة هذه من اليونيكود من اليونيكود راح تستخدم الطريقة هاي سنجل كوت نعم وإحنا متاح لنا داخل السنجل كوت نحط شكل واحد بس لكن اذا استخدمنا الشخطة المايلة هذي نقول عنها الباك سلاش اللي تستخدم في الباث في المسار اللي في نظام ويندوز معي ونستخدم حرف اليو نقصد كلمة يونيكود هذا اسمه اسكيب كاركتر يعني حرف الهروب فتقدر انت لما تحطه تاخذ راحتك في الطباعة مع انه المفروض تحط داخل السنجل كوت تحط بس شكل واحد هني متاح لك تحط اللي تبيه فتكتب مثلا هني صفر ستة اثنين اي وتسكر ابتدي ما حيكون خطأ وطبعا نمثل الشكل بعدد لانه ما نقدر طباعة طباعتها مو موجود بكيبورد عندنا فنتستند على الارقام والارقام يصير لها توصيل من خلال جدول اليونيكود وكانك حاط حرف واحد لانك استخدمت اسكيب حق الهروب اما اليو فهذه خاصة حق اليونيكود جدول اليونيكود اما هذه الاربع ديجت هكس اربع ديجت هكس تمثل موقع الحرف داخل جدول اليونيكود ليش اربعة لانه اسكي بايت واحد اثنين هذا اثنين بايت اربعة الصفر هذه واحدة وهذه واحدة وهذه واحدة وهذا هكس نمبر بهذا الطرق تقدر تجهز الاربع المالك ونقول عنهم هذي للا الشكال اللي تشوفها character literal اللي تكلم عن كلمة literal قيمة شوف معاي في جدول اسكي تلاحظ انه كنا نستخدم واحد بايت تمثل ثمانية بت هذه اربعة وهذه اربعة ثانية لتمثيل رمز او حرف او رقم اللي بحد اقصى 256 رمز معاي بنفس الوقت كنا نختصر البايناري تذكير لما قدمنا هكس كل اربعة مع بعض شدة وحدة تعطينا واحد ديجت في الهكس معاي فكان في مجال انك تشوف جدول اسكي بالكامل في صفحة صفحتين جدول كامل معاي انشاء الله لكن الموضوع لما ينتقل عند اليونيكود لا الموضوع مختلف تماما انت هنا تتكلم كم بايت اثنين بايت معاي هذا الموقع unicode.org سلاش تشارتز او واحد unicode.org وخلاص انشاء الله انشاء الله انشاء الله الموضوع مختلف تماما انها كان عندك 256 شكل انت تتكلم عن 65000 64k فما في مجال ينحطولك في موقع شذي ان تشوفهم جدول واحد فمقسم اليونيكود انت تقول انت اي جزئية في تبي واخذ فمثل ما اشوف بالموقع هني على حسب القارات والدول لو رحت عند نقول عنا middle eastern script الكتابات بالميدل east عندنا بشكل الاوسط هذي كل عربي وطبعا اتكلم الخطوط العربية تستخدم في الاردو وبعد بالهندي وغير بالفارسي هتعتبر كلها ايضا خطوط عربية على العموم خلني ااخذ لك هذا مثلا اضغط عليه صلة داونلود معاك تفتح الملف لاحظ معي اروح معاك حرف الشين شو تشوف تحت مكتوب لاحظ اكبر شوي اكثر شايف رقم خمسة هذا رقم خمسة على فكرة هكس ب هكس ا هكس اف هكس كل واحد فيهم اربع بيت فهذا جم 16 يعني هذا 2 بايت وهذا يمثل حرف الشين تلاحظ ان الجدول هذا ضخم جدا يمثل جميع لغات العالم مثل ما شفت معاي في الموقع unicode.org وجافة تشتغل على هذا الجدول ملاحظة حلوة اقولك ياه مثل ما قلت قبل ان اول 256 كاركتر موجودين في unicode هم هم نفسهم ملوت اسكي فاسكي اول شي موجود داخل unicode بالاضافة ان unicode ونطبع لاحظ print عادية هذا رقم هو العدد اللي مثل رمز معين في جدول unicode فحي نطبع لك الحين الشكل اللي في unicode معاي نحفظ compile run لاحظ عطانا حرف A وهذا رقم 65 في اسكي بس احنا ما نبي تكلم اسكي وهو نفس 65 اللي في unicode لان اسكي موجود في بداية unicode ايضا طيب شون يصير اذا صار literal بالشكل هذا ب مثلا نحفظ وننفذ compile run لاحظ حرف B معك طيب خلنا نسوي حركة ثانية دام من داخله عدد فتقدر نتتحرك يعني نقول x plus plus خلنا نطبع نشوف الout code مع بعض compile run لاحظ طبعي لك C انا طبعا ما استخدمت print line كله print معاي لاحظ راح على الحرف اللي بعد في الاسكي يعني انت بتحرك العدد صحيح هذا يرمز لشكل في جدول اسكي او يونيكود خلنا نقول يونيكود في النهاية هو عدد فتقدر تزيد وتنقص منه وتحرك على راحتك يعني شوف معاي بالطريقة هذي شوف الحرف اللي بيطلع بعد C حرف ال H والله خمس خطوات من C واضح ان شاء الله معاك طيب بالنسبة لتجهيز ال Variable بالليترل من يونيكود منقول مثلا شذي وهذا ال Escape character U ونعطي الرقم 06 2 A مثلا بالطريقة هذي انت تحاول الحين طبعا انك تطبعه Compile Run الحرف اللي انطبع معاك علامة الاستفام احب اقول لك ما هو علامة موحرف ثاني لكن الشاشة الزرقة هذي اللي جدامك حاليا ما تعطيك الا احرف ASCII 1 بايت فشو المشكلة فيها ما اح تعرض لنا اليونيكود هنا احرف عربية ما تشوف فامني فمعلش تبتحمل معاي بالشاشة هذي لكن لازم تعرف ان هذي هي الطريقة معاي بالطريقة هذي انا بس عشانك بجربها لك الحين في بيئة اخرى لجابة تعطيك القدرة انك تشوف فيها اليونيكود كامل معاي باخذ كود اللي عندي هني كله بالكامل وننفذ هني نشوف شون الاوتوت لاحظ الحرف اللي طالع معاك هني حرف التاء حرف التاء هذي البيئة اسمها نتبيز وانشاء الله الكورس الي تاخذ عليها حاليا انبي ايجوك التحرك معانا في التكس فايل هني معاي لكن هذا الاتوت مثل ما انت شايف مو مطلوب منك حاليا بس لازم تعرف المطلوب منك انك تكون عارف انه ياخذ يونيكود معاي انشاء الله طيب لما نتكلم عن الاسكيب كاركتر اللي تكلمت فيه معاك قبل شوي ما بعده يأتي ما يعرف نستخدمها متى هذا الاسكيب سيكونس او اسكيب كاركتر حق الاحرف اللي ما نقدر نطبعها صراحة بالشكل هذا يعني شون بقدر اطبع لك اني حرف التاء باللغة العربية ما اقدر فحط العدد الهيكس اللي يمثل حرف التاء واسبق بيو مثل ما قلنا خاصة بيونيكود طيب خلنا نشوف ما اقدر لان هو اللي يفتح ويسكر الكاركتر فما اقدر استخدم اهني فعشان اقدر احط استخدم الاسكيب كاركتر واحط ه فالحين اقدر اطبع السينجل كوت اللي هو علامة التنصيص المنفردة شوف معي كومبايل رن لاحظ ففي مجال تطبعها اذا تبي نفس الكلام حق الدبل كوت ايضا اذا حسيت ان مقادرة تطبعها في مكان معين تقدر تحطها باسكيب سيكونس شوف معي كاي طلعت في واحد يقول متى انا استعملها هذي بالطريقة هذي انا اقول كنت بتكون هني مثلا عندك فاري يبالله هني مثلا كتبت كلمة hello ودك تحط علامة تنصيص داخل النص هذا شايف داخل النص هذا ودك تحط علامة تنصيص وبعدين تكمل كلامك يعني انت كنت تسوي شذي عدل hello hi علامة التنصيص شون بتحطها بتحط حرف X وتحط X واني تحط مسافة بي مثلا لاحظ معي ممنوعة علامة التنصيص في المنطقة هذه في المنطقة هذه كلها لكن لو يت على شكل escape هتقدر تكتبها اشوف معي لاحظ كاهي طلعت معانا في مجال تحط كذلك علامة الback slash نفسها اذا كتبت تعتبر escape فاذا تبي صج تطبعها اكتبها مرتين بالطريقة هذه شوف مع بعض لاحظ تقدر تطبعها كذلك اخذ علامة new line هذي يعني شون بحط لك علامة ادخال مثلا اشلون احط slash n اقصد فيها سطر جديد وانت استخدمت معاي قبل شوف معاي هني لاحظ فتح سطر يديد في بعض اشكال اخرى مثل هذي كلمة فاضل هستخدم لك الر الر هذا اختصار لما يعرف باسم carriage return معاي ويقصد فيه مؤشر الطباعة مؤشر الطباعة شايف لما نكون واقفين هني شايف هذا هذا يعتبر مؤشر الطباعة معاي carriage return يعني رجع هذا الى بداية السطر لبداية السطر وهذه مفيدة صراحة شوف معاي الحين انا ما مستخدم الكاركتر هذا معاك بس بنفذ بتشوف انت طبعا كلمة فاضل وقبل ها فيه مسافات شايف معاي احنا متوقعين output هني مضبوط هذي مسافات اذا بخاطق تروح اول السطر وتطبع لك حرفين هني استخدم slash r يرد اول السطر مثل ما شفت slash n ينزل سطر جديد اذا بتروح تسحب carriage هذي الطباعة وتوديها اول شي استخدم slash r carriage return plus x اذا سوينا plus x شا استفدنا يعني شوف معاي compile c طبيعي ما تشوف شي هني لان رد لك carriage في بداية السطر طبع فاضل ورد اول شي ورد طبع لك power share عليه بتشوف ها حط new line هني شوف معاي نحفظ وبتشوف ها مرة ثانية compile run فاضل طلع معك كاهو بس عشان new line طيب شا استفد تنت هني خلك معاي ممكن عقوبها اكتب mister شوف اثر ال slash r هني شح سوي في هذي يعني اذا هذي مو موجودة شو اللي رح يطبع رح يطبع لك مسافات فاضل mister لكن لما هذي تكون موجودة لا هذه معناها المؤشر يرجع لي بداية السطر يوقف هني فراح بعدين يطبع لك هذي قبلها فشوف معاي compile run مستر فاضل ترتبت غريبة رح تقول يعني شون شذي اللي انت سويته طبعا طبعت هذا اول بعدين المؤشر كان واقف وهني اخر شي عند حرف ال فقلت هني شنو escape character ارجع الى بداية السطر فرجع هني فشاف نفس لازم يطبع هذي رح طبع هه هني فهذا المثال اللي قبل لما سوينا compile وسوينا run وهو طبع فاضل في المنطقة هذي شايف والمؤشر الرجع وين وقف وقف اول السطر هني والpower شلي افوق وكتب فما شفنا فاضل انطبع في واحد يقول شون الفائدة هني ساعات تتبي شي ينطبع من بداية السطر كل شوي فهمني خصوصا احنا نستخدمها في العداد ما سلاش t وهذه يعطينا tab نقول عنها tab وهي عبارة مجموعة من المسافات تترك عادة في بداية الفقرة شايف لما تكتب فقرة ساعة تترك مسافة كلمة شديدة عند نتكمل فيه مجموعة من المسافات فالحين انا حطيت هوين بعد فاضل شايف t هذه بعد فاضل نحفظ compile run لاحظ لو انطبع t موجودة ما حصلنا هذه المسافات عبق دائما لما تستخدم escape characters تجربهم جرب واحد واحد عشان تفهمهم صح يعني لو انها هذه موجودة لاحظ بالطريقة هذه x compile run ملتصقين شايف لكن لما احط x plus بالطريقة هذه لا هتشوف في مسافة معنا شايف ه اذا تبي بعد مرة ثانية x plus بالطريقة هذه compile run لاحظ هذه tab في اذا تبي ترجع حرف واحد بس اذا تبي ترجع حرف واحد بس مو ترجع اول السطر slash r وترجع اول سطر في slash b ترجع حرف واحد بس فالحين فالحين انا ماني حاط لك شي ما انا مستخدم ها هح تشوف فاضل مستر شي بالطريقة هذه مستخدم شوف معي الحين لما نستخدم slash b compile run وين حرف ال ال راح فهو يرجع حرف واحد بس تبي ترجع حرفين ثلاثة اكتب اكثر من مرة plus x plus x plus x ورجع اذا تبي ترجع اول السطر لا هنا يحط slash r ورجع الكارج كلها هذا اللي حبيت اقول لك الحين في الكاركتر وفي المستقبل ان شاء الله سنزيد على المفاهيم هذي خليك معاي عشان انعرف جافة شون تشتغل مع التايبز معلش وانا ادى ان هذي الرسمة تيب صداع حق الاغلبية انا فاهم الكل يذكرها طبعا معاي اللي بقول احنا ما بيشرح اسمبلي بس ابيكتر اذكر شي واحد كان فيها لما كنا نقول هني بايت وهني بايت وهني طلع اثنين بايت يعني نقول هني ثمانية بت بروسسر نقول عنا او cpu صح احب اقول لك ان هذا حاليا تقريبا اختفى من عالم الكمبيوتر اللي بي cpu 8 bit cpu 8 bit نروح اشتري ااردوينو هذا ااردوينو معاي هذا ااردوينو انا احنا اطلع لك مثلا الشيب اللي فيه هذا هذا الشيب هذا شايف البيدي هذي 8 bit وهو يسمونه مايكرو كنترولر نعم لكنه في الواقع اقولك يا بصراحة هو مايكرو بروسسر معاي لكنه موجه على انه كنترولر موضوع هذا ما يهمك انت كمو بيرمج بس باقولك شي اللي انت كنت تدور عليه هذا بو ثمانية ثمانية ترى هذا هو ماهو الكمبيوتر مالك الكمبيوتر مالك يكون 64 هني يعني مو بايت واحد ثمانية بايت 64 bit او 32 bit القديم شوي معاي وهني بعد البي بعد هذا 64 ماهو ثمانية بيت واصلة معاك هذي فخلني ارسمه لك بس شي عالطاير ها هذا اي الرجستر وهذا بي لكن هذا بايت هذا بايت هذا ثمانية بيت وصالت الفكرة وهذا الاي سي سي الاكيوميليتر يتكون من 16 بايت بايت يعني كل واحد بايت وداخل البيت الواحد ثمانية بيت ومن هني اديش العمليات Add Subtract Move كلهم اشاراتهم من هني وهذي طبعا ال ALU arithmetic logic unit خلني اراجع لك التاريخ شوي عشان تفهمني في الموضوع اللي بقوله الكمبيوتر يكون 64 bit مثل اللي عندي انا هني مثلا في جهاز شوف معاي هذا ماي كمبيوتر right mouse اقلق عليه properties لاحظ كاتب لك 64 bit operating system آه نظام التشغيل 64 bit وبعدين 64 bit based processor CPU 64 bit معاي ان شاء الله وشنو بعد لازم يكون 64 bit خلنا نرجع بالتاريخ شوي يعني انا قد اقولك سنت 75 معاي ان شاء الله كمبيوتر كمبيوتر كري 1 هذا سوبر كمبيوتر هذا الكمبيوتر كانت اول كمبيوتر 64 bit لكن الموضوع هذا التطور هو في بداية التسعينات في بداية التسعينات بدأت السيرفرات اللي هي اجهزة الخدمة الموجودة على الشبكات طبعا ما كان في انترنت نقول عنا بالشكل الواضح الحين لكن موجودة الشبكات التجارية والعسكرية من السبعينات بالتسعينات السيرفرات تحولت مجموعة ضخمة منهم تحولت الى 64 bit يعني صار هني ثمانية وهني ثمانية وغيره معاي انا قد اتكلم هاردوير ترى بس يعني قطع ملموسة معاي سنة 2003 شركة انتل بدأت تصنع 64 bit للاجهزة الشخصية اللي هي البي سي و 2012 ARM صارت 64 bit فاليوم مبايلات كلها كل مبايلات الاجهزة المحمولة ARM فكلها 64 bit طيب هذا شنو معناه هذا معناه ان مطورين CPU اللي في حق السيرفر وصلوا 64 bit مطورين لغات البرمجة ومطورين نظم التشغيل لازم بعد يطورون شغلهم الى 64 bit وإلا وحتطلع معاك مشكلة كبيرة بين الهاردوير والسوفتوير وهذا الموضوع مهيين وايد متعد يعني قبل كان شغلك كله مثلا 32 ليه هالدرجة هذي شوف معاي byte 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 ثلاثة اربعة بس معاي وكنت تحط الرغم الثاني مثلا اللي عندك هني باربعة وانها تجيك على ثمانية معاي إن شاء الله فبتبدأ تشريه إن شاء الله هذه ثمانية فصار إنه تعال عيد أشغالك كلها يا أيها المبرمجين يا مصنعين نظم التشغيل عشان تعيشون مع 64 bit فالمو مو الكل يقدر يسوي الحركة هذي بعدها لما أقول لك هاردوير 64 bit أنا ما أقصد بس ال ALU من داخل يعني كان عندك هني مثلا ها شوف الرام لازم يكون بعد الادرس ما للهاردوير 64 bit خطوط نقل البيانات في خطوط هني مثل السباكتة نقول عنها كمية ضخمة منها ودقيقة بالحجم هذي بعد لان تكون 64 bit مو بس ال ALU اللي داخل ال CPU ال CU لازم يكون بعد 64 bit أجهزة التخزين وغيرها يصيرون 64 bit فهذا أصلا كتطوير هاردوير كان بروح أقصة بعدين تي إنك تنقل مصنعين نظم التشغيل إنهم يسوون 64 bit ماهو الأمر السهل تروح بعدين على صناع لغات البرمجة والمبرمجين تقول بروحوا 64 bit ففيه البعض راح وفيه البعض ما راح وطبعا الفكرة تتمحور حول إنك انت بال64 bit تجمع أرقام كبيرة أسرع صحيح لكن لحظة شوي لما يكون الرقم دائما الناس اللي تداولها بين 2 جيجا بالناقص إلى 2 جيجا بالموجب فليش أنا قوم مثلا يسوي عملية ضخمة وأنا كل فموضوع 64 bit ما تشجع عليه مصنعين لغات البرمجة بشكل ضخم وأكون صريح معاك فيه جماعة طورة وبعض أوامرهم 64 bit وبعضها 32 المهم اللي صنعوا الـ CPUs هذه الضخمة للأرقام الضخمة هذه قالوا إنها متاحة طبعا لكن مو دائما كل شيء ضخم فائدته أسرع وأقوى مو دائما جمعوا ضرب الأرقام الصغيرة هذه واللي عادة البشر يتداولونها على 32 bit ومورها حلوة نية حق جافا شنو سوى في الموضوع هذا جافا الجافا virtual machine إيه اللي تفهم الهاردوير ومعاها نستركشن سيت حق 64 و 32 معنى آخر أنت تكتب الكود ما لك وانت مرتاح يبه بأي جهاز طلع البيت كود البيت كود في 64 bit وحيشتغل بطريقة وبال32 bit وحيشتغل بطريقة ثانية لكن اللي عليك أنك تكتبها مرة واحدة بس واسطة الفكرة طيب هذا شي علشان شي تشوف أن الانت نوع الانت هو أكثر شي متداول في لغات البرمجة أما اللونغ اللونغ هذا لونغ ترى ها شوظه لونغ هذا يعني قليل الاستخدام لحالات خاصة معا إن شاء الله في 32 bit نعم هي ما زالت لليوم هي المسيطرة في الموضوع طيب هذا شنو نفعنا بالتايبز بالأنواع اللي تكلمنا عنه الحقيقة هذي بصراحة حقيقة يعني مرة أنا أقول عنها الحقيقة المرة الكمبيوتر أصلا مجهز على لنا 32 السي بيو مالك مجهز 32 ويشتغل على نظامين نظام 32 و 64 لين معا ما عنده مشكلة فيهم معاي لكن انت لما تقول أنا سويت byte B ويساوي ثلاثة B يساوي ثلاثة ونت ناقل على لنا byte ومرتاح منو قال لك إن CPU مالك هذا لا CPU مالك هذا وأرخص شي عنده هذا CPU اللي هو 32 إنه يجمع لك انتجر ويطلع لك الانتجر الأخير هذا أرخص شي وأسرع شي عنده فإن لما تعطيني ثلاثة رغم ثلاثة كان byte أو حتى لما تعطيني short S يساوي 1000 لما يبهني بالالU لما يبه داخل الالU أيبه على لنا انتجر فهمني والناتج اللي يطلع بالأكيوميليتر دايما يطلع انتجر تشوف هني long بس هو يطلع انتجر له جمع عادي واصل الفكرة فلما تقول أنت X تساوي X زائد 1 دايما الناتج هذا اللي هو منه ال-ACC يكون 32 bit يعني int نوع int فصعب جدا أنك تقول B تساوي B زائد 1 لأن هذا سيطلع بشكل int لأن CPU شغال على int على 4 بايت فهمني عشان شذي كنا نحتال عليه بالعمليات الخاصة اللي عملية B plus plus و B plus equal مثلا 1 أو 2 أو 3 في increment operator أو compound operator معي بتقول شنو قاعد يصير هني مو قاعد يصير هني يعني هذا ما يطلع انتجر بعد نعم يطلع انتجر لأن ALU انتجر ولكن قاعد صير عملية مطاوعة ها نقول عنها شنو cast نقول عنها شنو نكتب هلك هني عملية cast سامع عم تقول لك casting iron اللي الحديد المطاوع مطاوعة يعني شنو مطاوعة انت الناتج دايما طالع لك شنو على انتجر من ALU دايما يطلع انتجر 4 byte من accumulator انت دايما تاخذه وتقول لا 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 هذا ما هو انت تحط له قوسين شذي وتكتب داخل byte هذه نقول عنها cast مطاوعة مطاوعة لنوع آخر شنو النوع الآخر byte قصدك شلون يعني أنا قصده شلون يعني لما يكون عندك byte X يساوي ثلاثة تقدر تقول X تساوي X زاد واحد تقدر ما في مشكلة بس هذا تحطه بين قوسين وتحط قبل قوس شذي معي هذا القوس تكتب داخله داخله كلمة byte فهذا راح يطلع انتجر طبعا فيصير للمطاوعة علينا byte فيجدش بعدين وين بدون مشاكل خلني أوريك هذه المطاوعة اللي الكاستنج كاستنج byte X يساوي ثلاثة X تساوي X زاد واحد تقدر انه هذي بتعطينا مشكلة في الأوتوت وتشوف معي الأوتوت هذي راح تعطينا مشكلة ونتعارف المشكلة انه هذا حيكون انت ومقادر يحط في X اللي هو أصلا byte فشوف معي الحين كنبايل عشان شوف بس الإرر مع بعض لاحظ incompatible types ليش الALU هيعطيك انتجر طيب نرجع الحين نعدم ونسوي عملية كاستنج انو كنت حط قوة تكتب byte قصدك اللي راح يطلع من الALU من accumulator من accumulator لازم يستيلا cast على byte علشان نقدر نحط ه في النوع هذا حفظ نا compile run لاحظ الرقم 4 نحن لاحظ لنزيد بالطريقة العادية ولكن نكون حذرين لأن نوعي ما هو integer مضطرة يسوي كاست فهذا B سمي B عشان byte علشان لا تضيع معاي تعرف المثال لازم نسوي كاست وهنا B والحين ننفذ بس عشان تأكد انه غير ناسم الـ variable الصح ف Java C run هذا الرقم 4 فنعم شغال معاك إذا أنت عارف أن ALU مالك 64 bit 32 مزدوج يعني الحركة عنده فأنت بس وكاست مطاوعة غح يمشي معاك واللي يصير معانا بالكاست بأن يستقطع byte واحد بس فهمني byte واحد بالطريقة بالطريقة هذي لما تقول byte هو يستقطع byte واحد فقط شذي على طول بدون ما يتكلم معاك ياخذه ويشيل هنا معنى الكلام هنا أنه كنت قاعد تقول حق compiler لما تكتب المطاوعة هذه لما تكتب ها أنت قاعد تقول للكمبيلر مو شغلك شنو غح يطلع أنت المهم قص أصغر byte موجود على يمين حط لي في byte وخلاص أنا أتحمل المسؤولية هذه معنى casting وصلت الفكرة طيب نفس الكلام ترى على short وما في داعية الحين تستخدم plus plus ولا تستخدم plus equal معي إذا نقول هنا short وعطى الرقم الف وهذه S وهنا نكتب كلمة short casting على short وهذا S ونقدر نلغي B ونحط بدلها S هذا الكود أصلا يعطينا مشاكل لما ما كان في casting لما كان بدون casting شوف شذي لاحظ أحفظ هذا هيعطي مشكلة short هذا 2 byte وانت هنا الناتج 4 byte لأن ACC لكي مليت عندك 4 byte معي فتشوف نفسك هنا compile أعطاك error نعم والمشكلة when possible lose conversion أحضيع عليك data أنت تقول لا أنا عارف شغلي وأنا سوي casting على شكل شنو short وأنا المسؤول يا compiler بالنتائج إذا غلط معاي شوف معاي التنفيذ الحين compile مشا معاك ما في مشاكل وrun نعم 1001 تمت الزيادة عرفت لعن شنو casting طيب في واحد يقول إذا كان int إذا كان int و x و rgm في وبزيد هل هذا في مشكلة طبعا ما في مشكلة لأنه أصلا int أصلا في accumulator ما سوي casting ما سوي casting أصلا فهذا ما في مشاكل أصلا فإذا كان رقم بالطريقة هذه شوف معاي ما في أي مشكلة لاحظ زاد الكب واحد فالنتجر ما سوي ل cast ليش وضحنا لأن ALU يطلع إنتجر default و 64 اللي تحبه من لقى يقوم بالترجمة حق أن تأخذ هذا كثمانية أو تأخذ كأربعة هذا Java Virtual Machine بس النوع الطبيعي لرخيص السريع في التعامل هنا هو الأربع بايت يقول أنا حطي بايت واحد المفوض أسرع يحسب لا لما يبقى ALU سوي 64 بس الحلو بجابا أنها حين في سؤالين السؤال الأول شنو فايدة البايت والشورت إذا كله بيصير داخل INT وهيصير INT داخل CPU بس لكن في الرام تبتوفر مساحة مضطرة تمشي بهالنواع هذي علشان شغلك يمشي ولا الرام بتعبي على طبول بدون سبب فنعم استخدم التيبس هذي استخدمها هذي 100% في معالجة الملفات وغيره وغيره بس أحب أقولك لما يديش CPU تصير على حسابات انت دير بالك دير بالك وانت التعامل معها بس هذا رغم واحد والسؤال الثاني بالنسبة حق الشباب هذي بلاس بلاس ماينس ماينس اللي هما الكرمن دي كرمن توبريتر كذلك بلاس إيكول مينس إيكول ضرب إيكول هذي 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 لسي كانوا شغالين مع الأنواع هذي هذي لقد نقول شغلة فيهم لما تقول انت بي وبي أصلا انت معرف بايت بلاس إيكول ثلاثة هاذا الابريتر وبروح يسوي على الناتج اللي رح يطلع من هني على النوع اللي داش عليه يسوي كاست فهذا مع أوتو لو كنت نشوف المشاكل مع هالنوعية من الأوبريترز اللي هي الكمباند أوبريترز كذلك الانكرمنت ديكرمنت أوبريترز أيضا يسوون كاست داخليا بنسبحك كلمة كاست تمام هي إسالة الحديد يسمونها آيرون كاستنج بس احنا نعرفها في مطاوعة الحديد أيضا فكاست معناها أن السيلة وتحولها لنوع ثاني احنا مجرد قاد نكسر فيه بصراحة ما شيء 100% معانا الكلمة تمام أنك تستقطع جزء من الانتجر الناتج وتأخذ جزء منه وتسلم حق نوع الفاريبل ما لك فلما شخص يقول لك أن هذيلة أهم أهم نفسهم يعني بلس بلس ولا ماينس ماينس ولا بلس إيكول ماينس إيكول وهم نفسهم إكس إيكول إكس بلس ون ولا إكس إيكول إكس ناقص ون قل له استريحوا أخوي معايا إن شاء الله هذيلة معاهم أوتو كاستنج حق الناتج هذي ما معاها وهذا أنت شفت الفرق معايا إن شاء الله وبتدي إحنا خلصنا الانتجرال تايبز ويعطيكم العافية على حسن الاستماع شكرا 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 شكرا